سنقوم الآن بشرح الشرطية سويتش سنقوم بكتابة على سطر الأوامر بشكل مباشر يلد سويتش سيطلع عندي شرح مبسط عن السويتش سويتش 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 السيغة العامة للسويتش السويتش السويتش بعدين عندي الكيس الأولى الكيس الأولى كيس اتنين ثم أزر وائد سوف أقول بوضع الستيتمينت داخل كل حالة سنأخذ مثال على هذا الشي مثال التالي ستكلم في ملف ايدات ام فائل جديد سوف أحكوم بكتابة برنامج جديد لو قمت بداية كالعادة بتفريغ الوارف سبيس ومن ثم حذف كافة البيانات المسوئة في سطر الأوامر وحفتح switch input num بالحالة الأولى ناقص واحد عزر عندي display ناقص واحد ناقص واحد وحفتح الكيس ثانية واحد سيضار عندي وحفتح 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 كيس زيرو سيضار عندي زيرو وفي الحالات الأخرى سيضار عندي وحفتح سيضار عندي display قيمة المدخلة وبناء على القيمة سيتم إظهار النتيجة وحفتح 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 ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد طبعا بإمكاني بنفس الطريقة ادخل ادخل اي قيمة ثانية فمثلا لو اردت كتابة البرنامج بنجيد بكلوب آخر رح خلي عندي الواحد والقيمة الثانية رح خليها ناقص واحد ناقص واحد خمسة لاخيرة خليها على حالتها لاحظون رح يظهر عندي اتنين ثلاثة او أربعة اتنين أو تلاتة أو اربعة اتنين أو تلاتة أو اربعة اتنين أو تلاتة أو اربعة هاي والحالة الأولى هنا نلاحظ الآن لو قمت بتشغيله وكتبت اثنين سيظهر عندي اثنين أو ثلاثة أو أربعة نلاحظ كمان لو ضغط ادخلت ثلاثة سيظهر النقص النتيجة وبالتالي هون رح يتحرف على أحد ثلاث قيام اثنين أو ثلاثة أو أربعة لو تم ادخال إحداها رح يظهر عندي اثنين أو ثلاثة أو أربعة هاي الحالة مفيدة حال كان عندي أكثر من احتمال للأدخال فممكن يأدخل فلو مثلا ممكن أدخل مستخدم واحد ممكن أدخل ون كلا النتيجتين رح يظهر عندي ون فلو قمت بالتشغيل وأدخلت ون بلاحظ رح يظهر عندي ون كذلك لو قمت بالتشغيل ودخلت ون كما رح يظهر عندي ون وبالتالي لو قمت بإدخال هاي القيمة أو هاي القيمة رح يتم إظهار ما ضمن يعي تم فيز ما ضمن هذا الشرف طبعا متل ما تعرفنا بالأسبوع الأول هالكتابة هي عبارة عن مصفوفة خلوية أو ما يسمى مؤلفة من قيمتين قيمة الأولى هي قيمة رقمية وقيمة تانية قيمة محرفية أي نمريك وكاركتر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر